في الأول حالة مغبرة وحالة من الحساسية العامة استمرية الحالة الجوية أثرها على الجهاز التنفسي متابعه الليلة مع ضيوف هنا دكتور محمد حسن الطرونة أخصائي أمراض الصدرية والتنفسية مساء الخير دكتور مساء النور وأيضا أرحب بالمتنبئ الجوي مباشرة معنا من تقص العرب الأستاذ جمال الموسى أستاذ جمال مساء الخير يا مساء الخيرات لحضرتك ولجميع المشاهدين أستاذ جمال أبدأ منك وبينا نسمع منك موضوع الغبرة مستمر توقف انتهى شو الحال اليوم والتقلبات الجوية بمعنى تقلبات درجات الحرارة انخفاض وارتفاع انخفاض وارتفاع هذا مستمر ولا خلاص دخلنا بالصيف وتستقر الأجواء لا ستستمر تقريبا خلال أسبوع إلى عشر أيام تقريبا من الآن وإحنا فترة المنخفضات الخماسينية طبعا الموجات الغبارية تحدث في أي وقت في المنطقة لكن يزداد تأثيرها في فترة الربيع وفي فصل الخريف أيضا فترة الربيع هي تكون منخفضات الخماسينية اللي بتتكون جنوب جبال أطلس جنوب الجزائر ثم تتحرك عبر شمال إفريقيا وعندما تتمركز في شرق مصر وشمال مصر بيأتينا رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية ثم جنوبية غربية طبعا قادمة من مناطق صحراوية ولأنه في تدرج كبير في الضغط الجوي تنشط الرياح وسرعة الرياح وتكون مثيرة الغبار والأتربي إذن إحنا محاطين سواء منطقة الجزيرة العربية في مناطق صحراوية وأيضا سيناء صحراء سيناء ومن ثم شمال إفريقيا وهذه مصادر رئيسية للموجات الغبارية والأتربي فيما إذا توفرت أنظم جوية في مواقع محددة وهناك تدرج في الضغط الجوي بحيث تثير الغبار والأتربي وبالتالي هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية الآن نحن في فترة الربيع فترة الربيع في عندك حبوب اللقاح في عندك أيضا الحبيبات الزيتون الصغيرة المتطائرة هاي كلها في هذه الفترة بتعمل حساسية وبتثير كثير بتأثر على الجهاز التنفسي وعلى العيون فما بالك أيضا بالإضافة إلى موجات الغبار إذن إحنا الآن في فصل الربيع الذي يؤثر هي المنخفضات الجوية الخماسينية فترتها ما بين عشرين ثلاثة إلى خمستاش خمسة زائد أو ناقص أسبوع إلى عشر أيام اللي بظهر هذا العام يعني امتدت إلى تقريبا أكثر من عشر أيام ممكن تستمر حتى بداية الشهر الحالي وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة سيد جمال هذه الليلة الأجواء نعم إحنا الخماسيني يفترض أنه بأثر عنه لك بشهر خمسة ينتهي مع شهر خمسة أو بداية الشهر القادم تقصد أنه سيستمر هو عادة بتبدأ في عشرين ثلاثة وبتستمر حتى خمستاش خمسة زائد أو ناقص أسبوع إلى عشر أيام بمعدل كل أسبوع إلى عشر أيام منخفض جوي خماسيني واحد الآن صار شوي تشيفتينج بسيط ممكن تمتد إلى عشر أيام أو حتى أسبوعين إذن سيستمر تأثير منخفضات الجوية الخماسينية وتكونها شمال إفريقيا وبتتحرك باتجاه مصر ثم تأثيرها علينا تستمر يعني في أننا إن شاء الله هذا يوم السبت منخفض جوي خماسيني آخر وإن شاء الله نهاية الأسبوع القادم بداية الشهر الأول من شهر ستة أو بداية شهر ستة في منخفض آخر إذن لسه بعدها موجودة لكن منتوقع أنه مع بداية شهر ستة أنه ينتهي تأثير منخفضات الخماسينية لكن هذا لا يعني أنه معنى ذلك أنه مش ممكن أن نمر في موجات غبارية يعني مرة صارت سنة 2015 في 2008 موجة غبارية قوية نتيجة تأثر المملكة برياح يعني لين تكون مصدر الهواء لما يكون مصدر الهواء قادم من الجزيرة العربية من قادم أيضا من شمال إفريقيا مصحوب مع موجات حارة حتى بالصيف يؤدي إلى موجات غبارية مرة أيضا أخرى ما بين 7-9 إلى 13-9 أيضا سنة 2015 تأثرنا بموجة غبارية قوية وجدارية نتيجة حالة عدم استقرار قوية أدت إلى نشاط كبير بالرياح وإلى أيضا إثارة الغبار والأتربي لدرجة أنه انعدمت الرؤية الأفقية كليا خاصة في مطار الملكة عليها والمناطق الصحراوية ما نتوقع في الأحوال الجوية الليلة أجواء تقريبا لطيفة تميل إلى البرود بعد منتصف الليل في ساعات الصباح الباكر لكن أيضا الكتلة الهوائية الآن اللي بتأثر اليوم هي كتلة هوائية تقريبا لطيفة إلى معتدلة الحرارة لكن نتوقع أنه الأيام القادم يوم الأربعاء غدا ارتفاع على درجات الحرارة كتلة هوائية أدفأ أيضا الخميس تستمر ما بين دافع إلى حارة نسبيا ويوم الجمعة بيبدأ تقريبا الجمعة على السبت تأثير المنخفض الجوي الخماسيني وبالتالي كتلة هوائية حارة نسبيا يوم السبت تؤدي إلى أنه تسود الأحوال الجوية الخماسينية ومعنى تسود الأحوال الجوية الخماسينية يعني أجواء حارة نسبيا إلى حارة جافة مغبرة ويوم متوسطة وعالية وأيضا في هذا المنخفض الجوي لا تستبعد أيضا رغم كلها الظروف والغبرة والرياح والأجواء السيئة لكن رح يصعد هذا المنخفض الجوي من شمال مصر إلى البحر الأبيض المتوسط وبالتالي سينتج عنه يوم السبت والأحد وممكن حتى يوم الاثنين حالة قوية من عدم الاستقرار يتأدي إلى سقوط أمطار في المناطق الجنوبية تقريبا والشرقية أماكن متفرقة من المملكة لكن يكون تركيزها الآن بعد هذه الخارطة سنرى أين يكون تركيز الأمطار لكن هذه الخارطة نلاحظ أن الرياح ستكون يوم السبت الجنوبية إذن مصدرها من مناطق صحراوية أيضا من منطقة سينة كلها يتؤثر على المملكة هذه أيضا بتكون الرياح نشطة إلى قوية مثيرة الغبار محملة بالغبار والأتربي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أيضا يوم السبت مساء ويوم السبت ليلا يستمر تأثير هذه الموجة الغبارية وكذلك يوم الأحد صباحا وإذن هناك في عنا منخفض جوي خماسيني ارتفاع في الحرارة في عنا غبار وأيضا بالنسبة للأمطار اللي حكيت عنها لاحظ تبدأ الأمطار في المناطق الغربية حول البحر الميت أيضا المناطق الجنوبية تشمل العقبة طبعا هذا ليلة السبت على الأحد وأيضا المناطق الجنوبية يوم الأحد ثم تمتد يوم الأحد تشمل بعض المناطق الجنوبية والشمالية ولا يستبعد أيضا أنها تكون في أماكن متفرقة من المملكة لكن لاحظ قد تكون أحيانا شديدة وغزيرة وأيضا مصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة يوم الأثنين تبقى الفرصة لكن بشكل أخف لأنه كل النظام الجوي يتحرك تقريبا إلى الشرق لكن الأثنين ظهرا بتعود وبتشتد مرة أخرى تشمل مناطق كثيرة من المناطق الجنوبية والوسطى والشرقية من المملكة قد ينتج عنها بعض السيول وارتفاع من سوب المياه وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد والرعد وإن شاء الله يوم الأثنين مساء تمير الأجواء إلى الاستقرار والأجواء الأحوال الجوية المتوقعة إذن غدا الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكن الخميس انخفاض خميس جمعة تقريبا بتكون لطيفة بشكل عام سواء بالليل أو بالنهار ويوم السبت والأحد يوم السبت تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني أجواء حارة السبت والأحد حارة مسبيل جمال عشان أنا ألخص هيك بعجالي مع أمطار منحكي سبت أحد أثنين عنا غبرة واحتمال أمطار وجو دافي يعني يميل إلى حارة نعم صحيح طيب بعد الأثنين صحيح نعم انخفاض على درجات الحرارة تعود إلى حول معدلاتها أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة في النهار لطيفة بالليل وتستمر هاي الوضعية حتى يوم الخميس يوم الخميس على الجمعة إن شاء الله في منخفض جوي خماسيني آخر تعود الكرة مرة أخرى وتعود الأجواء المغبرة مرة أخرى يعني إحنا هون بدي أي نظام جوي يؤدي إلى أنه يقلي في رياة لا أستاذ جمال قادمة من الصحراء هذا الخميس ما فيه غبرة السبت فيه غبرة الأسبوع الجاي ثلاثة وأربعة ما فيه غبرة والخميس فيه غبرة خميس على الجمعة فيه غبرة نعم يعني مساء الخميس على الجمعة تقريبا مساء الخميس على الجمعة ويوم الجمعة بيكون تأثيره أكبر وأوضع بسبب أنه بيكون تقريبا شمال مصر وبالتالي بتكون الرياح لأنه الرياح بتكون حول المخفض الجوي عكس أقارب الساعة فبتيجينا الرياح جنوبية زي ما شفناها الآن على الخارطة جنوبية قادمة جزء منها من الجزيرة العربية وجزء من سيناء ومن الصحراء المصرية أو من شمال إفريقيا إذن هي بتكون محملة بالغبار والأتربي وأيضا مارة بمناطق كلها صحراوية عندك 80 إلى 90% من المنطقة العربية والمحيطة فينا هي مناطق صحراوية وشبه صحراوية التربة فيها مفككة أي نظام جوي يؤدي إلى سرعة رياح قوية يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربي هذا واقع منطقتنا سواء في الأردن أو في الدول المحيطة حولينا نعم نعم واضح جدا أستاذ جمال موسى المتنبئ الجوي كنت معنا وبشرت من طقس العرب أشكرك على الإضاحة منخفض خمسيني من السبت إلى الاثنين تأثيره الأشد قد يكون يوم الاثنين لكن ممتد على ثلاثة أيام الغبار مستمر الأسبوع المقبل وقد يستمر حتى بداية الشهر المقبل أشكرك كل الشكر أستاذ جمال على وجودك معنا أكثر شيء السبت سبت على الأحد الغبار سبت أحد غبرة السبت والأحد أكثر شيء الغبرة نعم طيب السبت والأحد الأثنين ببلش أمطار وببلش تخف تدريجيا تمام أشكرك كل الشكر أستاذ جمال على وجودك معنا وإضاحك لما سيكون في الحالة الجوية شكرا جزيلا لك دكتور مسرخية مرة ثانية مساء النور يعطيك العافية واليوم جولي الملاحظات اللي ترد أنه في أطفال تعبانين نقحها كثرانة محرارة طالعة الولاد نفسهم تعبان الكبار سعال مستمر ارتفاع درجات حارة ارهاق هذا معقول كله بس من الغبرة ولا فيه إشي تاني أولا سيدي للأجواء المغبرة أو للعواصف الرملية أثر سلبي على صحة الإنسان بشكل عام يتم تحديد تأثير الأجواء المغبرة أو الرمال على صحة الإنسان حسب حجم حبيبات الرمل فحبيبات الرمل التي يزيد حجمها عن عشرة مايكرومترات تؤثر على الأغشية المخاطية في العينين وفي الأنف وقد تؤدي إلى تهيج الجلد أما الحبيبات أو الرمال التي يقل أو الجسيمات التي يقل حجمها عن خمسة مايكرومترات تدخل إلى الجهاز التنفسي العلوي ومن ثم إلى الجهاز التنفسي السفلي فتهيج الأجهزة في الأغشية المخاطية وتؤدي إلى حدوث نوبات من السعال والعطاس والسيلان الأنفي وغيرها من أعراض الحساسية وهذا يؤدي بدوره إلى أن يؤدي إلى إضعاف المناعة الداخلية للأجهزة المخاطية فتكون هذه الأماكن عرضة للإصابة بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية أكثر من غيرها وتزامن ذلك كما ذكر الأستاذ في التقرير تزامن ذلك مع ظهور الأزهار وغبار الطلع الذي ينتج على الأزهار فالتقى على الجسم البشري الحبيبات الرمل الناتج عن الأتربة والمهيجات المحسسات نسميها التي تنتج عن الغبار الخارج من الأزهار في هذه الفترة وأيضا فترة الانتقال ما بين فصل الربيع إلى فصل الشتاء فصل الصيف تظهر فيها هذه الفترة بعض الأنواع من الفيروسات التنفسية فنلاحظ أن هناك غبار ونلاحظ أن هناك أزهار وفيروسات تنفسية ظهرت في وقت واحد كما ذكر الأستاذ أن هناك تغير في وقت ظهور المنخفضات الخماسينية فقد يؤدي ذلك إلى أن تمتد إلى فترة أطول فالتزامن ووجودها في توقيت واحد أدى إلى هذه الحالة التي نشاهدها الآن من اكتظاظ في الطوارئ أقسام الطوارئ مراجعات للعيادات بسبب زائد المراجعات وزائد في اكتظاظ في الطوارئ اليوم؟ نعم هناك ارتفاع في أعداد حسب آراء الزملاء الأطباء في أقسام الطوارئ وحسب ما تريده وسائل الإعلام فهناك تقرير قرأته اليوم في جريدة الدستور أن هناك ازدياد في مراجعات الأقسام في الطوارئ بسبب العراجة نعم هناك ازدياد واضح بسبب الأجواء وبسبب التقلبات الطقس فهذا الأمر كما ذكرت التراكمات التي حدثت نتيجة وجود ثلاثة عوامل أدت إلى هذه الحالة التي نشاهدها النصيحة الطبية للتعامل مع هذا الموضوع أولا سيدي يجب أن تكون النصائح التي تصدر هي نصائح مؤسسية من خلال الجهات الرسمية مثل وزارة الصحة والمركز الوطني للأوبئة لأن المركز الوطني للأوبئة أو لمكافحة الأمراض والأوبئة له دور كبير في إصدار مثل هذه النصائح التوعوية فنحن نطالبهم من على هذا المنبر أن يطلعوا بدورهم النصائح الأولية التي ننصح بها أولا للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية مثل الذين يعانون من الربو أو الذين يعانون من أمراض حساسية الجيوب الأنفية أو حساسية القصبات الهوائية أن يتابعوا النشرة الجوية التي تصدر عن الجهات الرسمية إذا هناك تحذيرات من ضروة لفترة ضروة الموجة أن لا يغادروا المنزل إلا للضرورة القصوى وفي حال الضروة للمغادرة المنزل يجب تغطية الفم تغطية الأنف كمامية نعم تغطية الفم والأنف نعم نحن اليوم نشوف ناس أكثر من نعم هذا هذا ما رأيت الناس سابقا واقي للغبار لكن اليوم نشوف الناس عم ترجع الكمامة تحديدا عنده حساسية واضح أنه فيه فائد للكمامة نعم صحيح يتقي من دخول ضرات الغبار إلى الجهاز التنفسي وأيضا في حال المرور في وقت ضروة الغبار إغلاق منافذ المركبة أيضا إغلاق منافذ المنزل بشكل جيد شرب كميات كافية من السوائل كما ذكر الأستاذ أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة فعند حدوث حالة من الجفاف مع التراب والرمال يؤدي ذلك إلى تهيج المجاري التنفسي بشكل كبير فالحصول على كميات كافية من السوائل للأشخاص الذين يعانون من الربو ننصح باستحاب البخاخ الإسعافي للربو معهم في حال اضطروا للخروج من المنزل وفي حال ظهرت بعض العلامات التي نقول أنها علامات تحذيرية يجب مراجعة الطبيب المختص كالصعوبة شديدة في التنفس آلام في الصدر ميل الأطراف أو شفاء للون الأزرق تشويش في درجة الوعي نتيجة نوبات الربو يجب مراجعة أقسام الإسعاف والطوارئ لأن هذا يدل على أن هناك نوبة ربو شديدة تحتاج إلى التداخلات أو تحتاج إلى تداخلات عن طريق الوريد أو إدخال إلى المستشفيات ونحن ننصح بس اليوم دكتور مش الناس لدي حساسية بس نعم لأن نتفق أنه يعني يوم كمية الناس عندها سؤال هائدة هائدة تأثير الغبار والأتربة وتأثير أيضا المرافق لها من الفيروسات التنفسية وأيضا من الغبار الخارج أو عن الأزهار يؤثر على الأصحاء أيضا كما هو يؤثر على الأشخاص لأن مدة التعرض والكمية تؤثر أيضا على أجهزة الجهاز التنفسي العلوي مما يؤدي إلى هناك ناس في العادة نحن متعودين عنده حساسية بتصير هاي الأجواب بقول لك أنا والله تعبان عندي حساسية بقح وبعاطس صحيح؟ نعم صحيح اليوم لا ونشوف هذا الكلام عند الناس ما عنده نعم لذلك تأثير الغبار والأتربة على الأصحاء أيضا لأن إذا كان التعرض لفترات زمنية أطول ولكميات كبيرة يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض لدى الأشخاص الأصحاء لذلك ننصح نحن الأشخاص عند العودة إلى المنزل تنظيف الأنف والفم بشكل جيد الحصول على حمام ساخن لأنه قد يعلق بعض الضرات الغبار باللباس وقد يغلق بعض الضرات الخارجة من الأزهار على اللباس بما تؤدي إلى تهيج في المجال فترة الليل لذلك دائما ننصح إذا اضطر هؤلاء الأشخاص إلى المرور من أماكن وجود الأزهار أو من الأماكن أو من وقت ضروة الموجات الغبارية أو الأتربة أن يقوموا بمثل هذه النصائح حتى لا يتتفاقم لديهم الأعراض فترة الليل طيب الأطفال نحن ننصح أولا لأن اليوم فيه برضو شكاوى أن الأطفال عندهم ارتفاع كبير لدرجة الحرارة تقيق وإيضا موضوع مجال سؤال مستمر نعم صحيح نحن ننصح فئتين هم فئة كبار السن وفئة الأطفال بضرورة تجنب التعرض للغبار والأتربة فترة الضروة لأن ذلك يؤثر عليهم بشكل سلبي وأيضا نحن ننصح الأمهات في حال أنه ظهر لدى الأطفال مثل هذه العراض إعطاءهم خافضات الحرارة الاعتيادية وأيضا إذا استمرت هذه العراض يجب مراجعة الطبيب المختص لأننا كما نعلم أن التأثير يكون أكثر عند الأطفال وعند كبار السن وعدم الخروج في الأطفال من المنزل إلا لضرورة القصوى في فترات ذروة الموجات الغبارية لأن ذلك يؤدي إلى حدوث إضعاف للمناعة في الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى احتمالية إصابة الأطفال أكثر بالفيروسات التنفسية ونحن نعلم أن الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية في حال تهيجت المجال التنفسي العليا لديهم نتيجة تعرضهم للغبار والأتربة ونتيجة تعرضهم لغبار الطلح الخارج من النباتات ونحن أيضا نعيد ونكرر أنه يجب أن يكون هناك دراسات وإحصائيات ونشرات توعوية من قبل وزارة الصحة ومن قبل المركز الوطني للأوبئة لأنها هي الجهة المسؤولة عن إعطاء مثل هذه النشرات وإعطاء مثل هذه التوعية وإعطاء مثل هذه المعلومات للمواطنين لوسائل الإعلام لمقدمين الرعاية الصحية أسوة بمراكز الأوبئة في دول العالم المتقدم التي تصدر تحذيرات ونشرات على موقعها الرسمية نعم أخصائي الأمراض الأصدرية والتنفسية ديكتور محمد حسن الطراوني أشكرك جزيلا شكرا على وجودك معنا ريلا فينا البلد شكرا جزيلا لك بكرم العافية